في غابةٍ مطيرةٍ نائية آلاف العظام دليلٌ على جريمة قتلٍ جماعية الضحايا ربما كانوا الأقوى والأكثر سلطةً في عالمهم سلالةٌ حاكمةٌ نبيلة في أوج عظمتها ومجدها تم إعدام أفرادها بالكامل وإلقاؤهم في حفرةٍ مائية وبعد ما يزيد على ألف عامٍ ثلاث تحتوي هذه الحفرة على دليلٍ قاطع ليس على مصير هؤلاء الناس فحسب وإنما على انهيار إحدى أعظم الحضارات في التاريخ كذلك الغيرة والطمع موسيقى موسيقى قبل قرونٍ من وقتنا الحالي يخيم الليل على أرض نائية أرضاً ذات أبهةٍ وكنوز أرضاً يحكمها ملوكٌ عظام أسيادٌ ذو سلطةٍ مذهلة أثرياءٌ إلى حدٍ بعيد لكن شيئاً على وشك أن يحدث شيئاً لا يمكن لكل سلطتهم وقوتهم أن تمنعه كل شيئاً على وشك أن يتغير إلى الأبد موسيقى مدينة كانكوين في جواتيمالا كانت ذات مرةٍ مدينةً تعج بالحياة في قلب حضارةٍ عظيمة حضارة المايا لغزٌ غامضٌ ينبثق من قلب هذه الغابة اكتشافٌ غريب موسيقى آلاف العظام موسيقى عظامٌ كانت تعود يوماً لبشر يكاد مكتشفوها لا يصدقون ما عثروا عليه في هذه الغابة عادةً ما تقوم الحرارة والرطوبة والحشرات والتربة التي ترتفع فيها نسبة الأحماق بتحويل العظام المدفونة إلى تراب ولكن هذه العظام تكاد تكون في حالةٍ مثالية وبالنسبة إلى عالم الآثار آرتر ديمريست فأنه اكتشافٌ نادرٌ ومثير ومزعجٌ للغاية كذلك أشعر وكأنني محققٌ يدخل مسرح جريمة حيث توجد أشياء غريبةٌ جداً هناك أشياء كثيرةٌ غريبة بخصوص هذا الأمر غريبةٌ ومزعجة هناك عددٌ كبيرٌ من العظام عددٌ كبيرٌ من الموتى ربما عشرات الجثث البشرية تم إلقاؤها في بركةٍ مائية جميعها في الوقت ذاته شيءٌ مروعٌ حدث لهؤلاء الأشخاص ولكن ما هو هذا الشيء؟ ولماذا حدث؟ الاحتمال الأول أضحياتٌ بشرية أمرٌ مروعٌ بالنسبة إلينا ولكن بالنسبة إلى المايا فهو أمرٌ ضروريٌ للحياة كانوا يؤمنون أن آلهتهم تطالب بالدماء البشرية ولذا قام المايا بتقديمه لهم موسيقى ومنحتهم آلهتهم محاصيلة وفيرة واعترفت بملوكهم كمخلوقاتٍ مقدسة موسيقى ولكن هل تفسر الأضحيات البشرية ما حدث لهؤلاء الناس؟ الدليل ينفي هذا الأمر لا شيء من هذه العظام يبدو كأضحيةٍ من طقوس المايا العادية لا شيء منها كانت القبيلة تقوم بالتضحية بفردٍ أو اثنين ذوي مكانةٍ عالية في طقوسٍ احتفالية وباتباع تقنياتٍ محددة أما هذه العظام فهي تعود إلى عددٍ كبيرٍ من الناس تم إلقاؤهم في هذا الموقع لا يبدو أن هؤلاء الناس قتلوا لإرضاء الآلهة ولم يموتوا نتيجة أسبابٍ طبيعيةٍ كذلك يبدو أنهم قتلوا هذه قطعاً أكبر وأشنع مذبحةٍ جماعية عثرنا عليها على الإطلاق مذبحةٌ دافعها مجهول ضحايا مجهولون وكذلك مجرمون مجهولون جريمةٌ عمرها قرنٌ من الزمان في انتظار أن يتم حلها ما زال على هذه العظام المهشمة أن تكشف عن أسرارها ولكن تم التوصل منذ الآن إلى دليلٍ رئيسي وهو قطعٌ خزافيةٌ عثر عليها مع العظام ووفقاً للخبراء فإن تاريخها يعود إلى العام ثمانمائةٍ قبل الميلاد اكتشافٌ ذو أهمية اكتشافٌ يصطحبنا إلى موقع الجريمة كانت كانكوين في قديم الزمان عاصمةً نابضةً بالحياة واحدةً من عدة مدنٍ كانت تغطي منطقةً بحجم المكسيك أو إيطاليا هذه المنطقة هي جنوب المكسيك وقواتيمالا وبليز وهندراس في أيامنا هذه قبل ألفٍ ومائتي عامٍ خلت كانت أرض المايا بضعةً وخمسين مدينةً مستقلة متوزعةً عبر الغابة المطيرة وكانت كبرى هذه المدن تحتوي بفخرٍ على أكثر من عشرة آلاف مبنى ومائة ألف شخص قام المايا بنصب مباني ساحرة وخلقوا فنوناً جميلة واخترعوا أكثر أنظمة الكتابة تعقيداً في الأمريكيتين واخترعوا علم حسابٍ خاصٍ بهم قام علماء الفلك التابعين للقبيلة برسم مخططٍ لكل سنتيمترٍ في السماء كانوا تجاراً ومحاربين وسحرة بغض النظر عن من كان هؤلاء الضحايا فقد عاشوا في عالمٍ من الثراء والأبهة لم تكن مدينتهم الأكبر موسيقى ولكنها كانت تحظى بميزةٍ واحدةٍ مهمة وهي الموقع موسيقى كانت كانكوين تشكل مكان تجمع طرق المايا التجارية الرئيسية موسيقى كانت هونغ كونغ وسنغافورا وأمستردام وقناة باناما في هذا الجزء من العالم إن كان المرء يريد شراء أو بيع أي شيء كان عليه أن ينقله عبر كانكوين وكانت كانكوين تملك شيئاً آخر يضمن لها عظمتها موسيقى كان اسمه تاج تشاناك موسيقى في فترةٍ قريبةٍ من فترة وقوع الجرائم كان قد حكم كانكوين على مدى أربعين عاماً مذهلة موسيقى كان لكل مدينةٍ من مدن المايا ملكاً خاصاً بها لكن تاج تشاناك كان ذائع الصيد موسيقى موسيقى كان شعبه يحضر طقوساً دينيةً عظيمة حيث كان يقدم دماءه للآلهة موسيقى وذلك بتجريح جسده وقطع لسانه موسيقى موسيقى والازدهار والمطر شريان الحياة كان يجرح جسده لأجلهم وبذلك حظي بإخلاصهم التام موسيقى كان يحكمهم بمهارةٍ وشخصيةٍ مميزة موسيقى موسيقى الملوك المقدسون الذين كانوا ناجحين حقاً كتاج تشاناك هم الذين يجمعون في شخصياتهم بين بيكام وميك جاگر وشيءٍ من بيلكلنتون وربما ميكافيلي أو كيسينجر وذلك فيما يتعلق بعقد التحالفات إذا كان يمكن الجمع ما بين كل هذه الشخصيات وشخصية الأب جون بول الثاني قيادة تاج تشاناك المتفردة وموقع كانكوين الاستراتيجي في ملتقى الطرق التجارية كان من الممكن أن يساعده على السموي بمدينته إلى قمة ثرائها وسلطتها وربما لم يكن في حاجةٍ إلى الجيش للسيطرة على منافسي ففي حال خروج أحدٍ عن حدوده كان بإمكانه أن يمنع وصولهم إلى البضائع المقدسة التي كانت تتدفق إلى المدينة أصداف الحيوانات الرخوية وريش طيور الحباش من دون هذه الأشياء المقدسة فلن يكون بإمكان أحد أن يقدم الدماء للآلهة ومن دون هذه الطقوس كان الملوك بلا حولٍ ولا قوة وكانت مدنهم تواجه خطر سخط الآلهة في لعبة المايا السياسية حيث أشياءٌ كثيرةٌ على المحك كان تاج تشاناك الفائز روماً ويصعب تخيل جريمة قتلٍ جماعي في كان كوين في ظل حكم قائدٍ بهذه القوة موسيقى ولكن في حوالي العام ثمانمائة قبل الميلاد أنهى الموت حكم تاج الذي استمر أربعين عاماً وتغير كل شيء واجه هؤلاء الضحايا قدرهم المروع ولم يطل الأمر كثيراً قبل أن تختفي مدينتهم الثرية كان كوين كذلك ولكن هذا جزءٌ من الغموض فحسب موسيقى فخلال مئة عام تحولت جميع مدن المايا المحيطة إلى مدن أشباح موسيقى بعد قرونٍ من العظمة تحلل عالم المايا بسرعةٍ كبيرة موسيقى ولا أحد يعرف السبب انسوا أمر الفنون والقبور والرموز الهيروغليفية والعلم السؤال هو لما أخفقوا بشدة في النهاية يأمل آرثر ديمورست أن تساعد مجموعة العظام التي عثر عليها بيكان كوين في الكشف عن إجاباتٍ لهذا السؤال لأنه قبل موتهم ربما شهد هؤلاء الضحايا نهاية عالمهم موسيقى ساهمت حادثة موتهم الغريبة في جعلهم ضمن أفضل العظام المحفوظة التي تم العثور عليها والتي تعود إلى قبائل المايا حيث قام قتلتهم بإلقاء جثثهم فيما أصبح في أيامنا بركاً طينية في منطقة غاباتٍ مطيرةٍ منسية ولكن قبل ألفٍ ومائتي عامٍ مضت كانت هذه بركةً مقدسةً مبطنةً من الأسفل موسيقى بالقرب من القصر الملكي في كانكوين غارقت الجثث في قاع البركة الطيني موسيقى وغطى الطمي العظامة وحماها لمدةٍ تزيد على ألف عام موسيقى موسيقى والآن يمكن أن تكشف هذه العظام عن أشياء لم تكشفها أي عظامٍ أخرى تعود إلى قبائل المايا موسيقى وكان أول الكشوف التي ظهرت مقلقاً للغاية بل غريباً جماجم مشوهةٌ بشكلٍ عجيب موسيقى ولم تكن هذه جريمةً عادية موسيقى في جواتيمالا اكتشافٌ نادرٌ يصلط الضوء على جريمةٍ قديمة ويشير الدليل إلى وقوع مذبحةٍ شنيعة في مدينةٍ قديمةٍ من مدن قبائل المايا في وقتٍ بدأت فيه حضارتهم بأكملها بالانهيار موسيقى كشفت بقايا العظام المهشمة أمراً غريباً في الحال موسيقى إنها الجماجم ثمت خطبٌ فيها قمنا بالمقارنة بين شكل جبهة هذه الجمجمة وهذه هذه الجمجمة تعرضت للدفع نحو الخلف دفع المستمر نحو الخلف مما جال أطراف الرأس تتوسع على كلا الجانبين موسيقى بمقارنة هذه الجماجم بجماجمة عادية فإن الأولى لديها جبهةٌ مسطحة موسيقى وقمةٌ قمعية الشكل يبدو الأمر كتشويهٍ جينيٍ غريب ولكنه ليس كذلك ربما كان أمراً مقصوداً موسيقى بعض الخبراء يعتقدون أن المايا قاموا بأعادة تشكيل جماجمهم لتكريم الذرة موسيقى فقد كانت حياة المايا تعتمد على محصول الذرة موسيقى وكتعبيرٍ عن عرفانهم ربما قدموا لآليات الذرة إبةً غريبة وهي تغير شكل جماجم أطفالهم عند الولادة الشيء المدهش في هذه الجمجمة هو تشويهها المتعمد إن جمجمة الرضيع هي عبارةٌ عن مجموعةٍ غير ثابتةٍ من الصفائح العظمية وقد قام المايا بتشكيل رؤوس أطفالهم بواسطة ألواح إلى أن أصبحت طويلةً ونحيلة العثور على جماجم كهذه يثير احتمالاتٍ مشوقة نحن نتعامل مع أناسٍ أثرياء الأشخاص الوحيدون الذين كانوا أثرياء في ذلك الوقت هم الحكام وعائلاتهم لا يتفق الجميع على أن الجماجم ذات الشكل المخروطي تمثل أفراداً من العائلات الحاكمة ولكن شيئاً آخر تم العثور عليه في الحفرة يؤكد على أن الضحايا هم من صفوة المجتمع حجر اليشم والذي كان أغلى عند المايا من الذهب الضحايا كانوا يرتدون كمياتٍ هائلةً منه وأحدهم كان يرتدي شيئاً أغلى من اليشم عقداً من أسنان الفهد يملك الفهد أربعة أنياب ويتطلب صنعه صيد وقتل تسعةٍ من أكبر القطط في الأمريكيتين أين كان الملك فقد كان فاحش الثراء ويبدو أن الضحايا كان بإمكانهم شراء ما يريدون كان بإمكانهم اختيار أفضل ما تعرضه أسواق كان كويند موسيقى ولابد أنهم ملأوا موائدهم بالأطعمات الشهية والمصارات باهظة الثمن كالشوكولاتة والعسل والفانيلا وجلد الفهد والتبغ موسيقى ولحم عضاءة الإقوان الطري موسيقى ولابد أنهم زينوا منازلهم وأجسادهم بالأحجار الكريمة موسيقى حليون مصنوعةٌ من اليشم وعرق اللؤلؤ وريشٌ فاخر موسيقى كريش ذيل الحبش موسيقى وحدهم النبلاء بإمكانهم أن يمتلكوا ريش الحبش موسيقى وإذا قتل شخصٌ من عامة الشعب طائر الحبش فقد يتم إعدامه موسيقى هذه الحلي باليشم وريش الحبش وكل هذه الأشياء لا يمكن أن يمتلكها سوى النبلاء والملوك لم تكن تعرض للبيع لأي كان بل كان لابد أن يكون الشاري زعيماً مقدساً ليمتلكها موسيقى كان بإمكان رجال الطبقة الأرستقراطية في كان كوينت الزواج من عدة نساء كانوا يعيشون معهن في بذخٍ هائل في قصرٍ هائل يحتوي على مئتي غرفة أكبر من خمسة ملاعب كرة قدم موسيقى أحد أكبر المباني في عالم المايا موسيقى وكانوا يتوقعون أن يكون موتهم بنفس بذخ حياتهم ولذلك كانوا يدخلون عالم الأبدية وهم يمسكون بحليٍ من اليشم ومغمورون بمسحوق الزنجفر وهو الرمز الثمين للحياة الأبدية ويبدون بمظهرٍ رائعٍ جداً حيث كانوا يخبئون تعفن الجسد الفاني خلف قناع موتٍ ساحر ولكن عندما جاء الموت فعلاً لم يكن شيئاً مما كان يتوقعه هؤلاء الضحايا لم يتم دفنهم كأسيادٍ عظماء لم يتم دفنهم على الإطلاق موسيقى قضية كانكوين الغريبة تزداد غرابة موسيقى فيبدو أن الضحايا هم أثر الناس في المدينة موسيقى وكانوا يملكون الأفضل من كل شيء موسيقى موسيقى وأناسٌ كثر كانوا يرغبون بما كان لديهم لكن الدلائل تستثني أن تكون السرقة دافعاً موسيقى فمن الواضح أن قتلتهم قاموا بإلقائهم في الماء وهم ما يزالون يرتدون حليهم الدافع في هذه المذبحة لم يكن المال فماذا كان إذن؟ ها هي العظام تكشف حقيقةً صاعقةً أخرى موسيقى لم يكن جميع الضحايا رجالاً حوالي واحدٍ وثلاثين شخصاً ماتوا في هذه المذبحة رجالٌ ونساء وأطفال موسيقى وهناك اكتشافٌ آخر مزعج في حفرة الموت موسيقى دليلٌ يشير إلى أن عملية الذبح هذه لم تكن بالبسيطة بغض النظر عما حدث لهؤلاء الناس فهو لم ينتهي بالموت موسيقى 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 ما نراه ربما يكون دليلا على واقعة حدثت بشكل مفاجئ جدا ومن الواضح أنها كانت عنيفة عنيفة جدا سبق وراء المحققون دليلا كهذا من قبل ولكن ليس من العصور القديمة وإنما خلال الحرب الأهلية الدموية في جواتيمالا والتي تمثل جميعها أبشع جرائم القتل الجماعي في المذابح التي حدثت في عصرنا حيث تم تهشيم عظام الضحايا وتقطيع أوصالهم كانوا رجالا ونساء وأطفالا والآن وفي مدينة كانيكوين النائية يشهد العلماء أمرا مماثلا جميع العظام التي فحصناها تقريبا عانت من إصابة معينة من غير الواضح ما إذا كانت العظام انتزعت وقطعت قبل أو بعد الموت ولمن تزعت لدينا دليل على استخدام أداة ثقيلة وحادة ربما فأس شيء من هذا القبيل كان يخترق ويشتر رأس عظمة الفيمر عن باقي العظمة الفيمر هي عظمة الفخت إحدى أقصى العظام البشرية والتي يصعب كسرها يبدو أن من قتل هؤلاء الناس قاموا بتقطيع أوصالهم وربما طارد بعضهم فيما حاولوا الفرار هذا الجرح حدث من الخلف حيث قطعت أداة حادة وثقيلة العظمة ومن ثم كسرتها ربما كانت الضحية مستلقية واهية القوى أو بلا حراك فيما كانت تعرض للتقطيع أو أن الشخص كان يلوذ بالفرار أو يحاول ذلك موليا ظهراه لمهاجمه ويبدو جليا فشل محاولة الفرار على الأغلب أنه لم يكن لدى هؤلاء الناس أي فرصة في الدفاع عن أنفسهم ضد مهاجميهم مهاجمين خلفوا أسلحتهم مع جثث ضحاياهم مما وفر دليلا على مصير الضحايا إنها تتلاءم جيدا مع الجرح هذا الجرح الصغير حدث في هذا الموضع في مؤخرة رأسي طفل ويمكنكم رؤية الضرر الذي لحق بداخل الجمجمة سنأخذ قضية ضحية واحدة صبي هذه عظمة من الرقبة وهي تعود إلى صبي صغير جدا تحت سن الثانية عشرة ربما فاجأ المهاجمون الصبي لكنه حاول الفرار إلا أنهم كانوا أسرع منه بكثير بحيث لم يكن لديه مكان ليلجأ إليه هذا أثر جرح جراء طعنة في الرقبة الطريقة الوحيدة كي يحدث فيها هذا الجرح هي بسحب الرأس إلى الخلف وكان جرح الطعنة ليحدث أسفل عظمة الفك لابد أنها كانت نهاية مروعة لصبي في هذا السن ولكن حتى هذا الصبي لم يكن أصغر الضحايا هذه عظمة رضيع هذه عظام من الورق هذه العظمة الأصغر تعود إلى جنين يبلغ من العمر 32 أسبوعا أما هذه فتخص جنين في أسبوعه الثامن والثلاثين الدليل الذي توفره العظام يشير إلى احتمال بشع لم يكن هؤلاء جنوداً ماتوا خلال الحرب ولم يكونوا أضحيات دينية أيعقل أن تكون هذه جريمة عبادة أسرة بأكملها؟ إن كان هؤلاء الضحايا من النبلاء فإن نهايتهم لم تكن كذلك ولكن لما؟ والآن وفي موقع الاكتشاف كشف جديد يعمق من غموض اللغز على بعد ثمانين يارد من بركة العظام تم العثور على قبر سطحي وفي داخله عظام رجال متحلل إلى حد بعيد أي أن كان من دفن هذا الرجل فقد قام بوضع سلسلة من الأصداف المنحوتة بشكل جميل بحرص في قبره وهذا تصرف في عالم المايا يدل على التوقير والاحترام وتشريف للموت ذو المكانة الرفعة ولكن نبلاء المايا كانوا يرقدون في قبور مهيبة أما قبر هذا الرجل فبالكاد كان يغطي جثته أسلوب الدفن هذا غريب حقا لا يوجد بناء للقبر ولا كومة مرتفعة ولا حتى شاهد حجري وهو محفور على ستين مترا وحسب داخل تربة طينية ومع ذلك هذا الرجل يرتدي غطاء رأس أنيق وفاخر يمتد حتى يصل إلى قدميه يبدو الأمر كعملية دفن سريعة ومفاجئة ولكن بقدر من الاحترام من كان هذا الرجل؟ يكمن السر في الأصداف في جواتي مالا يسلك التحقيق في مذبحة قديمة منعطفا جديدا بالقرب من الضحايا تم العثور على رجل مدفون محولي تخص النبلاء ولكن في قبر سطحي لا يحمل أي علامات أو شاهد مع أصداف بحرية محفور عليها رموز هيروغليفية من لغة المايا يعتمد التحقيق على ما ستكشفه هذه الكلمات القديمة إن تمكن أحد من قراءتها قبل مئات السنين كاد هجوم شرس أن يؤدي إلى اندثار لغة المايا في عام 1915 وصل أول الأوروبيين إلى أراضي المايا الغزاة الإسبان الذين كانوا يبحثون عن الذهب والبعثات المسيحية التي تستهدف الأرواح لدهشتهم عثروا على كتب مكتوبة بلغة المايا أكثر اللغات المخترعة تطوراً في الأمريكيتين على الإطلاق كتب تسجل عبقرية حضارة عظيمة تقويم دقيق ونصوص فلكية تصاميم لطوقوس مهيبة ولكن بالنسبة إلى الإسبان كانت هذه أعمالاً تمثل الشيطان ونظراً لعجزهم عن قراءتها والانزعاجهم من الرسوم الغريبة التي تحملها قام الإسبان بإحراقها ولم ينجو من هذا الدمار سوى أربعة كتب بحسب وبذلك ضاعت أكثر اللغات المخترعة تعقيداً في الأمريكيتين ولم يتمكن الخبراء من فهم أسرار هذه اللغة إلا في الستينيات ولكن هل عرف من أسرارها ما يكفي ليتمكن من قراءة الأصداف التي عثر عليها في كانكوين؟ خبير اللغة الهيروغليفية فيديريكو فاسن يبحث فوق الأصداف عن اسم ويجذب انتباهه الرمز الهيروغليفي المتمثل برأس القرد والذي يرمز لكلمة ماش في لغة المايا ورمز آخر كان من كان هذا الرجل يملك فاسن الإجابة كانت المنحوتات الصخرية في كانكوين تحمل الرموز ذاتها ورمزاً يشير إلى النبل اسم الرجل هو كان ماش وما من شك في هوية هذا الرجل كان كان ماش ملكاً على كانكوين المدينة التي وقعت فيها جرائم القتل حاكم غني وقوي مدفون كالبسطاء في قبر سطحي بلا شاهد لما قد يتعرض ملك للإهانة بهذه الطريقة؟ الأمر غير مفهوم ولكن الرموز الهيروغليفية تكشف عن أمر آخر توفي الملك كان ماش في حوالي العام ثمانمائة قبل الميلاد في الوقت ذاته الذي توفي فيه النبلاء الواحد والثلاثون الذين تم ذبحهم والذين عثر عليهم على بعد حوالي ثلاثة وسبعين متراً من قبره أيعقل أن يكون هؤلاء الضحايا عائلة كان ماش عائلة ملكية؟ يجد أرثر ديموريست تشابهاً بين هذه الحادثة وأخرى في القرن العشرين حادثة اغتيال آر رومانو في عام 1918 قام الثوار بالقبض على الحاكم الروسي نيكولاس الثاني وزوجته أليكساندرا وأولادهم الخمسة وقاموا بإعدامهم جميعاً رمياً بالرصاص حتى أصغرهم منهين بذلك سلالتهم الحاكمة هل أبيض الضحايا في كان كوين عمداً كذلك؟ يبدو الأمر كاغتيال ملك وذبح لعائلته الملكية بالكامل ثم لا شيء تعرض الموقع للهجر لا بد أن ذلك كان انقلاباً مدهشاً في الحظ بعد المذبحة بفترة بسيطة انهارت مدينة كان كوين العظيمة من قمم السلطة والثراء نحو الفناء وفيما تتجمع الأدلة يظهر شيء واحد بجلاء قضية مذبحة كان كوين تتعلق بما هو أكثر من القتل في الحقيقة وقعت جرائم كان كوين في العام ثمانمائة قبل الميلاد تقريباً وحقيقة أخرى الملك كان ماش توفي في العام ثمانمائة قبل الميلاد تقريباً وحقيقة أخرى هي أن مدينة كان كوين اختفت من التاريخ فجأة في العام ثمانمائة قبل الميلاد كذلك حقيقة ثانية هي أن شعوب المايا بدأت في هجر جميع مدنها في نفس العام ثمانمائة قبل الميلاد مذبحة بشعة ودفن مهين لملك الفناء المفاجئ لمدينة عظيمة الانهيار غير المفسر لحضارة اللامعة أمور وقعت جميعها في نفس الوقت قد تتجاوز نتائج حل قضية جريمة كان كوين الكشف عن ملابسات قضية عمرها ألف ومئة عام ما لدينا هنا هو دليل مادي قاطع حقيقة أخرى الملك كان ماش توفي في العام ثمانمائة قبل الميلاد تقريبا وحقيقة أخرى هي أن مدينة كان كوين اختفت فجأة في العام ثمانمائة قبل الميلاد كذلك لا أحد يعرف على وجه التحديد السبب الكامن وراء بداية انهيار حضارة المايا ربما كان كارثة بيئية فعلى مدى قرون قامت قبائل المايا بتقطيع الأشجار للحصول على الوقود ولزراعة المحاصيل إلا أن الأشجار تحمي التربة من التآكل وبتقطيعهم أشجار الغابات فإنهم كانوا يجعلون تربتهم عرضة لقوة الريح والمياه المدمرة الأمر الذي حولها إلى أراض عقيمة قاحلة وذلك في نفس الوقت الذي بدأت فيه أسوأ موجة جفاف منذ قرون بإطلاف أراضيهم ولكن معظم الخبراء يعتقدون أن الجفاف والمجاعة لم يكونا السببين الوحيدين في فناء حضارة المايا هم يظنون أن سياسة المايا ساهمت في ذلك وهو احتمال يجول في خاطر آرثر ديمورست فيما يحاول تفسير الجرائم التي وقعت في كان كوين السكاكين والفؤوس التي عثر عليها مع الجثث تكشف عن سلاح الجريمة ولكن الدافع قد يكون مخفيا على مدى عقود سبقت وقوع المذبحة في عالم محفوف بالمخاطر تسيطر عليه الرغبات الجنسية والسياسة والقوة في حوالي عام ثمانمائة قبل الميلاد تم دفن الملك كان ماش بطريقة لا تلق بالملوك على الإطلاق في قبر سطحي لا يحمل أي علامات وشخص ما قتل مجموعة من الناس ربما كانوا أقرباء كان ماش وقام بتقطيع أوصالهم وإلقائهم في بركة على بعد ثلاثة وسبعين مترا من قبره ويبدو الأمر مستعصيا على التفسير لكن عالم الآثار أرتر ديموريست يعتقد أنه قد يكون هناك جواب منطقي لكل هذا قد يساعد في تفسير إحدى أكثر الكوارث التاريخية استعصاء على الفهم وهي الانهيار المفاجئ والتام لعالم المايا في نفس وقت وقوع جريمة كان كوين تقريبا بدأت أعداد هائلة من الناس في هجر المدينة وغيرها من مدن المايا وقد يكون ضحايا المذبحة رأوا جيوشا من اللاجئين يغادرون مدينة كان كوين ويرتحلون عبر الغابة المطيرة مشكلين عبئا على المدن الأخرى لدى وصولهم باحثين عن الطعام والملجأ ما حدث كان له تأثير تسلسلي انهيار وهجران هذه المدن في الغرب المشكلة هي الأشخاص المشردين كما تدعوهم منظمة الأمم المتحدة في أيامنا عشرات الألاف وربما مئات الألاف من الأشخاص يفقدون منازلهم ويهاجرون إلى مناطق أخرى تزايد عدد الناس الذين داهمهم اليأس وفجأة انحضرت الأمور من سيئة للغاية إلى أسوأ بكثير على حين غر انتقل عشرة أو عشرون أو ثلاثون ألف شخص أو مئة ألف شخص إلى منطقة جديدة وعندها انهارت الأوضاع بحق انهارت الأوضاع بسرعة مذهلة وبعد وفاة ضحايا المذبحة مباشرة لم يعد لمدينة كانكوين أي وجود وأخذ عالم الماء المذهل بالاختفاء فيما حلت الفوضى وصفك الدماء بسرعة لملء الفراغ كان انهيارا مفاجئا خلال خمسين عاما وكان عنيفا لما وقعت هذه الأحداث ماذا شهد هؤلاء الضحايا في الأيام الأخيرة من حياتهم لطالما ساد الشك في أن سبب الانهيار كان مزيجا مهلكا من الجفاف وارتفاع كبير في نسبة السكان عدد كبير من الناس وطعام قليل قاد إلى اندتار حضارة المايا ولكن نظرية أخرى تضيف عنصرا جديدا إلى وصفة الهلاك هذه عنصر قد يكون أحد الدوافع في جريمة القتل الجماعي البشعة في كانكوين جرائم قد تعود على أبعد المجرمين عن الشبهات والد كان ماش الملك تات شاناك لم يقم أعظم حاكم لمدينة كانكوين بقتل ابنه وعائلته فعليا عندما وقعت هذه الجرائم كان تاج ميتا أصلا لكن ملوك المايا العظماء كتات شاناك ربما حصدوا بذور بغضاء قادت إلى جرائم القتل هذه ليس من خلال العنف وإنما الجنس من خلال ممارسة حقهم كملوك على قبائل المايا في الحصول على أي امرأة يشتهون وليس للمتعة فقط كغيره من حكام المايا كان بإمكان تاج تشكيل تحالفات من خلال الزواج من بنات الملوك الآخرين وكلما زاد عدد التحالفات كان الأمر أفضل أدعوه تعدد زوجات استراتيجي وبالنسبة إلى ملك كتاج فقد كان الأمر تأمينا لمزيد من السلطة والقوة أما بالنسبة إلى سلالته فربما تمخض ذلك عن كارثة لأنه فيما خلقت هذه الزيجات تحالفات طويلة الأمد فإنها خلقت أيضا مشكلة أطول دواما أبناء من سلالة ملكية أجر الخبراء الحسابات إذا كان لدى ملك مدينة من مدن المايا أربعة أبناء فحسب وأنجب كل من هؤلاء الأبناء أربعة أبناء وأنجب كل واحد من أحفادهم الستة عشر أربعة أبناء فسيكون للملك اثنين وثلاثين حفيدا وهذا بارتباطه بزوجة واحدة فقط ضاعف هذا العدد بارتباط الملك بعدة زوجات وبعد مرور مئتي عام فقط قد يدعي أكثر من خمسمائة في مدينة واحدة من مدن المايا أنه من السلالة الحاكمة يعتقد أرتر ديمورست أن هذا هو السبب في احتواء قصر كان كوين الملكي على مئتي غرفة ولكن خلف ازدهارها النشط ربما كانت المدينة تغلي بالتوتر الصراع بين النبلاء والملوك والمنافسة كان أمرين أساسيين في حضارة المايا الكلاسيكية كانوا يتزايدون بأعداد المتوجين في القصور والذين كانوا يتوجون في أماكن مختلفة كان النبلاء الثانويون يعملون لرفع مكانتهم التي كانت مصدراً أساسياً لقوتهم لم يتضمن هذا الحروب والطقوس الدينية والتحالفات فحسب وإنما بناء معابد أكبر وامتلاك عدد أكبر من المباني المميزة لابد وأن هذا الصراع التنافسي بين هؤلاء الحكام كان ذو تكلفة عالية ومتزايدة أكان ضحايا جريمة كانيكوين أحد هؤلاء الأرستقراطيين المتنافسين الذين كانوا يأمرون ببناء مزيد من الصروح المميزة للتفوق على بعضهم البعض إن كانوا كذلك فلما يكونون هم من بنوا هذه المنشآت أو تحملوا تكلفة البناء حيث أن هذا الأمر كان يقع على عاتق عامة الناس في شكل عمالة غير مدفوعة الأجر والضرائب كان هناك عبء متزايد على المجتمع على الطبقتين الوسطى والمتدنية فيما يتعلق بما كان عليهم إنتاجه من أجل دعم نظام التنازع على المراكز والجاه هذا الآخذ في النمو والتزايد بالنظر إلى الأمور من هذا المنظور فإن عالم الثراء والبذخ لهؤلاء الضحايا يبدو فجأة مختلفا جدا حيث يشوبه الحقد الكامن حقد طبقة العوام على طبقة النبلاء والنبلاء على بعضهم البعض والملوك على الملوك الغيرة والصراع على السلطة استنزفا خزائنا البلاد والمؤن الغذائية ربما حتى مع هجوم الجفاف على الحقول وحتى مدن مزدهرة ككان كوين اقتربت من حافة الانهيار فجأة لم يعد الدفن المهين لكان ماش مثيرا للعجب بدرجة كبيرة ولم تعد مذبحة عائلة ملكية باكملها حادثة غريبة جدا يعتقد ارثر ديموريست انه بحلول العام ثمانمائة قبل الميلاد وحده ملك بقوة تاج تشاناك كان من الممكن ان يقبض على واجهة مدينة كانكويند المتداعية لتتماسك كان من المحتم ان تنهار الامور في مرحلة ما وقد انهارت في كانكويند بطريقة درامية وشديدة الغرابة هذا الاكتشاف هو مفتاح رئيسي للحقائق فهو يفسر كل الاحداث المتعلقة بفهم اسباب انهيار حضارة المايا من غير المعتاد العثور على امر مماثل والعثور على هذه الصورة السريعة التي تمثل احدى لحظات تداعي هذه الحضارة احدى اللحظات المؤسفة والتراجيدية انه امر مهم لانه يظهر لنا ان الحضارات قد تخطئ وتفشل انها جريمة حرب قبل الف ومائتي عام مضت لا احد يعرف من قتل ضحايا مذبحة كانكوين اكانوا من عامة الشعب الذين طفح بهم الكيلو نتيجة العمالة غير مدفوعة الاجر والضرائب المرتفعة او اقارب تنهشهم الغيرة ارادوا التخلص من خصومهم او ربما مدن اخرى تطمع في كنوز كانكوين او انها سائمة تحكم المدينة الشديد في التجارة ان فهم الاحجية الخاصة بهذه العظام المذبوحة يعلمنا درسا عميقا ازدارت حضارة المايا على مدى الف عام مغذية كثافة سكانية هائلة وسط الغابات الاستوائية ومنشئة مدنا ذات حجم هائل وجمال اخاذ وواضعة تقويما ذا دقة مذهلة ومخترعة لغة وعمليات حسابية تتسمان بالتعقيد وفنونا جميلا روضوا الطبيعة والوقت وعالم القوة ولكن كان هناك امر واحد لم يتمكن ذكاؤهم الحد من ترويضه وهزيمته وقد قام في النهاية بتدميرهم لم يتمكنوا من ترويض انفسهم